طيب نكمل أخبارنا نتكلم في كثير من الأمور ساعات اللي فاتت في النادي الأهلي في كلام بدأ يظهر تاني عن صفقة أشرف بن شرقي تركز معايا فترات اللي فاتت ساعات اللي فاتت في كلام بدأ يتردد أن أشرف بن شرقي ممكن الأهلي يتعاقد معايا خد بقى كواليس الكواليس خد بقى مني كواليس الكواليس الأهلي طبعا كان مهتم بأشرف بن شرقي أي حد يحب أشرف بن شرقي بس ما كانش أبدا دخل معاه في المفاوضات الرسمية أبدا بس الكام يوم اللي فاتوا وأشرف بن شرقي حتى هذه اللحظة لما يوقع أي عقد مع أي نادي خلى النادي الأهلي في ظروفه الصعبة دي تركز معايا في ظروفه الصعبة دي فنيا وحتى كمان مهمة حتى معنوية للجماهير فكه الأهلي في مرة كده راح اشترح سين الشحات وجاب رمضان صبح من ستوك سيتي عشان أولا يدعم الفريق ويهدي الجماهير بعد خسارة ساندونز الشهير يهدي الجماهير أشرف بن شرقي هتبقى صفقة سوبر طبعا للأهلي وصفقة هد الجماهير وتفرق جدا مع الأهلي فنائي بس الحكاية فين؟ الحكاية أن طلبات أشرف بن شرقي عشان ينضم للنادي الأهلي قد تبدو تعجزية تعرفين طبعا أنه أشرف بحسب مقيل من نادي الزمالك أو تردد أنه عايز يلعب أو لو هيلعب في مصر هيبلعب للنادي الزمالك بس طيب لو جاله بقى عرض مغري جدا من النادي الأهلي مش ممكن يرجع في كلامه هو ده اللي وكيله بيشتغل عليه دلوقتي ايه هو؟ كلام على تعاقد ثلاث سنوات ثلاث مواسم الموسم الأول 2 مليون و300 ألف دولار الموسم الثاني 2 مليون و600 ألف دولار الموسم الثالث 3 مليون دولار رقم خزعبلي كبير ضغم الله أعلم كلام أنه في بعض رجال الأعمال في النادي الأهلي متطوعين أنه هما يشاركوا في هذه الصفقة الله أعلم بس المؤكد أن حتى هذه اللحظة مفيش تعاقد رسمي مفيش توقيع رسمي أشرف من شارك لسه مفيش حاجة يعني ايه خطوات قوية جدا أو سريعة في هذا الأمر مفيش الكلام ده هو الرجل حر الآن بعض رحيله عن نادي الزمالك حر ونادي الزمالك حقيقة ودي معلومة حاول مع أشرف بن شرقي أنه هو يدي له كل الأمور المالية اللي هو عايزه طبعا دون مبلغات بس كل الأمور المالية وقعدوا معاه أكتر من مر بصور راجل كان واخد قراره أنه يرحل عن الدولة المصر وياخد فرصة في مكان آخر هل ممكن بقى دماغه تفكر لو الرقم كان مغري زيادة عن اللازم الله أعلم هل أصلا الأهلي يقدر يدفع الأرقام دي سواء النادي الأهلي أو محبين للنادي الأهلي الله أعلم سألنا هقول لك بمنطق منوش علاقة لا بأشرف بن شرقي أو بن النادي الأهلي يعني أشرف بن شرقي أنا وأنت أي مشجع في الكرة المصرية أو متابعة للكرة المصرية كان شايفه أفضل محترف الدولة المصر لعب بكولتي مختلف تماما فهو مكسب لأي فريق العبر والنادي الأهلي محتاج جناح طبعا محتاج جناحات مش جناح واحد يعني محتاج يشتري أكتر من جناح بس الأرقام يا جماعة ليه إنت لو بتتكلم في تلاتة يعني بتتكلم في رقم ضخم مش عارفة جماعة أحد رقم ضخم في تلات سنين لما تقعد تفكر فيها تقعد تقول طيب هو الأهلي هيكسب إيه من ده ما هيكسب مدية قد إيه أقصد فطراتك مسابقاتك ما كسبك الملاية مصاريفك ميزانيتك تفاصيل كثيرة أنا دائما عارفك أنا بتكلم على الأشرف من شرقي أو غير أشرف من شرقي أي لعب الأرقام اللي بتتدفع حتى اللعبين المصريين الأرقام اللي بتتدفع لما هتدفع رقم كبير اتقوا حتى لو اللعب يستحق هتبقى فاهم أنا لما هتدفع الأرقام دي أنا هكسبان إيه مش بس فنية مش بس فنية زي ما بيحصل فعي حتى في العالم ما بيجوا اشتروا لعيب بسعر كبير جدا هو قاصة هيح بيصرف مصاريف كبيرة جدا بس هو عارف هو ممكن يكسب منه إيه هيكسب منه تشيرتات هيكسب منه فلوس تزيد شوية في البس هيكسب منه في تدريباته جمعيل بتحضر في مبارياته جمعيل بتحضر هيكسب حياة كتيرا لما روح اشتري أنا ريال مدريد اشتري كلام ببيه أنا فاهم إنه أنا هعرف ألم فلوسه أنا فاهم ده فهنقول صفقة رائعة بس بس كل أحوال لو تمت أكيد هتبقى صفقة كبيرة ومفاجأة للنادي الأهلي وأكيد هتبقى صفقة سعيدة ورائعة لجماهير النادي الأهلي ده لو تمت